دلوقتي عندنا فكرة اسمها الصراحة راحة حلو ده أنا بحب الصراحة بصراحة كده الجوجو مرة زعلتي من ماما أو بابا إنهم مهتموش بكي نعم أس بصي غير ديجا مثلا لو هي كانت محتاجة تتكلم مع مامتها في حاجة كانت مامتها مثلا تقولها لو أديني طيب نص ساعة خمس دايق ومش عارف ايه بس بعد من النص ساعة بيعدوا أنت مش بتيجي لو أنت بتسكتيني وخلص وكده بس بابا ومامتي في الحقيقة لو روحت كده ومع عندهم شوغل مثلا عشر دقيق بييقوا حتى لو مثلا في الشوغل مثلا العشر دقيق دول بقى نص ساعة بس في الآخر بيقوا كده كده فلأ ما لأ ديجا صحابه مش معي هل جوجو وصحابه مثلا بيبعدوا عنها او كده هو أبوستي عشان مصريحة معاك يبقى الصراحة روحة الصراحة روحة ايه هو يعني موضوع التمثيل ده وكده بقى خلينا مشغولة او حياتي مليانة اكتر فما بقيتش اخرج معاهم كتير ما بقيتش اتكلم معاهم كتير ما بقيتش استخدم تليفوني كتير ودي حاجة طبعا يعني مش متعودين علي الحمد لله ان انا بقيت استخدم تليفوني اقل بس برضو خلاني ما اتكلمش مع ناس كتير فده في الحقيقة مثلا في المدرسة ما بقيناش نتكلم قوي بس الحمد لله مش لدرجة ان لو مثلا هم خارجوا مع بعض انا كجوليا لو حد خارج مع ناس انا عادي ايه ما بقيتش مشكلة دول صحابك انت بتختاري الناس دي حياتك انت انا مش معزومة في حفلة ايه انت عندك صحابك انت عندك جروب معين سوركل معينة كده انا عادي زي ما انا ساعات برضو بخرج مع ناس لوحدي عادي انا ما بقيتش مشكلة اوكي ديجا كان عندها مشكلة ان هي مثلا كانت تبقى مخنوة قوي واحنا هنا في المسلسل بينا ان عادي ان طفلة مثلا تحتاج لدكتور نفسي او كده مش حاجة غلط ولا عيب ولا كده انت لو احتاجت حاجة زي كده الله قدر الله وبعد الشرها ليه كي طبعا هتروحي تقولي لماما وبابا انا محتاجة حاجة كده طبعا ولا تعود تتكلمين معهم هما اه لو يعني انا طبعا طبعا في الاول هكلم معهم هما عشان دول صحابي يعني اه لو المشكلة ما تحلتش او لو مرقيناش حل مع بعض طبعا ان احنا نلجأ لمتخصص في اي حاجة ده احسن اختيار مش في الدكاترة بس يعني لو عربيتي بوزت انا مش هفتي هكلم مكانيكي يساعدني في الموضوع بس ده مش في الموضوع النفسي بس عامة في اي حاجة صح كده سرّك بقى مع مين سرّي على ايه ايه سرّ لا واضح ان في اصرار كده اه مع زوزو بتاعتي اه كده اوكي